في بلاد يحكمها الفاسدون لا تنتظر إنجازاً حقيقياً يخدم البسطاء فالطبقة السياسية لا تلقي بالاً إلا لتكتيس الأموال المنهوبة من مقدرات الشعب في حساباتهم المصرفية خارج البلاد مشروع مستشفى قضاء شط العرب بمحافظة البصرة شاهد على ما وصل إليه تفشي الفساد في العراق إذ بقي المشروع أكثر من عشر سنوات ولم ينجز منه شيء يذكر هذه المستشفى من عام 2011 دنيا هذا السياسي اللي يشوفها قدامك حقيقة استخدموها بعض الأخوة السياسين للأسف الشديد للدعاية الانتخابية لا أكثر ولا أقل كل من يجي يقول أنا مشيهت المستشفى وأنا أسست القضية المستشفى وبالنتيجة لكل تنصلوا عن واجباتهم تجاه أهالي قضاء شط العرب هذا القضاء عانم كثير ولأن العراق تحكمه أحزاب فاسدة فقد أسند المشروع إلى شركة وهمية وبالطبع نهبت أموال التخصيصات المالية للمستشفى الذي يحتاجه سكان القضاء الذي يفتقر إلى مستشفى عكومي تم سحب العمل من الشركة اللي تم إحالة إلى المشروع شركة أسوار المنان على ما أعتقد شركة غير رصينة وبالتالي عام 2018 تم سحب العمل من عام 2018 إلى 2019 وحاليا هو في طور المشاريع اللي ننتظر إعلانه حين تكون هناك موازنات ولا تتوقف معاناة سكان قضائشة العرب عند حد عدم وجود مستشفى فالقضاء يعاني مثل غيره من محافظات وأقضية العراق من ترد الخدمات إذ يغيب دور الحكومة في التعليم والرعاية الصحية وتوفير المياه والكهرباء وغيرها بينما يتفش الفساد في كل المؤسسات الحكومية اشتركوا في القناة